اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتشرف بصحبتكم في اشراقة جديدة من اشراقات هذا العلم والتي عنوانها الحديث العالي والحديث النازل ما هو الحديث العالي وما هو الحديث النازل هذا الذي سيبينه النازم في هذا البيت قال رحمه الله تعالى وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا الحديث العالي هو الذي قل عدد رواة سنده والحديث النازل هو الذي كثر عدد رواة سنده فمثلا ننظر إلى سند من الأساني فإذا وجدنا أن رواة هذا السند قليلين فمعنى هذا هذا السند عالي وإذا وجدنا أن رواة هذا السند كثيرين فمعنى هذا السند نازل يتضح ما قلناه أكثر بالمثال الآتي ظهر الآن لديكم في الشاشة قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغربة إذا توارت بالحجاب في سند الإمام البخاري هذا عدد الرواة بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أروات أولهم شيخ الإمام البخاري المكي بن إبراهيم ثانيهم يزيد بن أبي عبيد ثالثهم الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم فإذا بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من الرواه الآن ننظر إلى هذا الحديث لكن بسند آخر وننظر كم عدد الرواه في هذا السند ظهر الآن لديكم في الشاشة الحديث الآخر وهو قول الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة ماذا قال الإمام البغوي؟ يقول أخبرنا عبد الواحد بن أحمد قال أنباءنا أحمد بن عبد الله نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل هنا في سند الإمام البغوي هو البخاري يعني هذا الإمام البغوي يسوق هذا الحديث من طريق الإمام البخاري ومحمد بن يوسف الذي هو قبل الإمام البخاري هو الفربري راوي صحيح البخاري قال أخبرنا محمد بن يوسف أي الفربري قال حدثنا محمد بن إسماعيل أي البخاري قال حدثنا مكيو بن إبراهيم الآن هذا سند الإمام البخاري حدثنا مكيو بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة قال كنا إلى آخر الحديث الآن نفس الحديث لكن رواه الإمام البغوي وهو متخر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رواه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن ننظر كم عدد رواة سند الإمام البغوي رحمه الله تعالى نجد أن بين الإمام البغوي رحمه الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رواه إذن سند الإمام البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه وبين الإمام البغوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من الرواه سند الإمام البخاري قل عدد رواته سند الإمام البغوي كثر عدد رواته إذن سند الإمام البخاري أعلى من سند الإمام البغوي رحمهم الله تعالى فهذا هو الحديث العالي أو السند العالي والحديث النازل أو السند النازل الآن ننظر ماذا قال الناظم في تعريفه لهذين الحديثين قال وكل أي وكل حديث أو وكل سند وكل ما قلت رجاله على أي وكل ما قل رجال السند وهم الرواه أي ذاك الحديث قد على فهو الحديث العالي طبعا قوله كل ما قلت رجاله قد يستغرب البعض ويتساءل رجال هنا مذكر لماذا قال قلت ومعروف أن قلت تاء التأنيس هذا يستخدم مع المؤنس نحن نقول في جواب هذا الاستشكال نقول رجال جمع تكسير كما تقرر في علم النحو طبعا رجال جمع تكسير وجمع التكسير أو جموع التكسير تعامل معاملة المذكر وتعامل معاملة المؤنس فلك أن تقول قلت رجاله ولكن تقول قل رجاله ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وضده ذاك الذي قد نزل وضده أي ضد ما قل رجاله وهو الذي كثر رجاله قال وضده ذاك أي ذاك الحديث الذي قد نزل أي هو الحديث النازل أو السند النازل الألف في قوله نزل للإطلاق الحديث العالي والحديث النازل أنواعه كثيرة باعتبار منتهى هذا الحديث من هو أو منتهى السند من هو قد يكون الحديث عاليا أو نازلا باعتبار علوي السند ونزوله إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فمثلا إذا كان بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرواه قليلون فسنده عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان عدد الرواه أكثر نقول سنده نازل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع نوع آخر العلو والنزول باعتبار مصنف من المصنفات في الحديث فمثلا إنسان يروي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بينه وبين صحيح الإمام البخاري باعتبار الرواية عدد قليل من الرواه فنقول سنده عالي إلى صحيح الإمام البخاري وإذا كثر عدد الرواه نقول سنده نازل إلى صحيح الإمام البخاري هذا باعتبار آخر أو نوع آخر هناك نوع آخر باعتبار إمام حافظ من الحفاظ فإنسان سنده يتصل بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إذا قلّى الرواه أو قلّى عدد الرجال في السند بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل نقول سنده عالي إلى الإمام أحمد بن حنبل وإذا كثر عدد الرواه نقول سنده نازل إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حكم الحديث العالي والنازل نقول الأفضل بلا شك السند العالي أفضل من السند النازل لماذا؟ لأنه كلما قل عدد الرواه بعد احتمال أو طروق احتمال الخطأ أو الكذب في هذا الحديث لأن عدد الرواه قليل فكون هذا الراوي يحتمل فيه الخطأ أو هذا الراوي إذا كان مثال عدد الرواه ثلاثة إذن احتمال الخطأ في هذا الحديث يكون ثلاثة مرات لكن لو كان العدد كثيرا فاحتمال ورود الخطأ يكون باعتبار عدد الرواه فإذا كانوا سبعة فاحتمال ورود الخطأ يكون سبعة مرات فلأجل هذا قال العلماء الحديث العالي أفضل من الحديث النازل لأن احتمال وقوع الرواة في الحديث العالي في الخطأ أو احتمال ورود الكذب على الرواة في الحديث العالي أقل من الحديث النازل هذا في الأغلب لكن أحيانا قد يكون السند النازل أفضل من السند العالي وذلك إذا كان في السند العالي عيب من العيوب أو أمر من أمور التي تقدح في الحديث والسند النازل ليس فيه أي عيب من العيوب التي تقدح في الحديث حينئذ يكون السند النازل على نزوله أفضل من السند العالي نأخذ مثالا لنعرف كيف يكون السند النازل أفضل من السند العالي ظهر الآن لديكم في الشاشة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده يقول حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيره قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث قيل ما الملاعن يا رسول الله قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء ننظر إلى أروات هذا السند نجدهم ستة من أروات عتاب بن زياد وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن لهيعة وابن هبيره ورجل وابن عباس هذا الرجل الذي قال ابن هبيره قال أخبرني من سمع ابن عباس يعني ابن هبيره لم يسمع الحديث من ابن عباس وإنما سمعه من رجل هو سمع من ابن عباس صار عدد الروا في هذا السند ستة الآن ننظر إلى المثال الآخر أو إلى السند الآخر لهذا الحديث ظهر الآن لديكم في الشاشة سند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى يقول أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ننافع بن يزيدة قال حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل هذا حديث برواية سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والحديث الأول كان برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه ننظر إلى هذا السند فنجد عدد الروا فيه ثمانية إذن سند الإمام البيهقي يعتبر نازلا باعتبار كثرة عدد رواته وسند الإمام أحمد يعتبر عاليا لكن في سند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رجل مجهول وهو الذي بين ابن هبيرة وبين ابن عباس وفي سند الإمام البيهقي لا يوجد رجل مجهول بل رجاله سقات فالسند النازل الآن أفضل من السند العالي لخلوبه من كل عيب يقدح في صحة الحديث ومن خلوبه من كل ما يقدح في الحديث هكذا انتهينا من تعريف الحديث العالي والحديث النازل وننتقل الآن إلى نوع جديد من أنواع الحديث وهو الحديث الموقوف قال الإمام النازم رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك الحديث الموقوف هو كل قول أو فعل أضفته إلى صحابي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم سواء كان السند متصلا أو منقطعا وسواء كان المتن صحيحا أو حسنا أو ضعيفا معنى هذا أن الموقوف من أوصاف المتن كما أن المرفوعة والمقطوعة من أوصاف المتن وحقه أي الحديث الموقوف أن يذكر أو حقه أنه كان يذكر مع المرفوع والمقطوف والذي تكلمنا عنهما في الحلقات السابقة لكن لضرورة النظم أخر النازم الحديث الموقوف إلى هذا الموضع إذن الحديث الموقوف كالحديث المقطوع المرفوع فيه إضافة لكن الحديث المرفوع كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث المقطوع مضاف إلى التابعي والحديث الموقوف مضاف إلى الصحابي إذن ما أضيف إلى صحابي من الصحابة من قول أو فعل سواء كان هذا المضيف الذي أضاف هذا القول أو الفعل إلى الصحابي تابعي كان تابعيا أو تابع تابعين أو من بعده إلى زماننا هذا حتى أنتم أو أنا إذا أضفنا قولا أو فعلا إلى صحابي يقال إن فلانا ذكر حديثا موقوفا نأخذ مثالين مثالا لموقوف قولي ونأخذ مثالا لموقوف فعلي ظهر الآن لديكم في الشاشة قول الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله قال آلموا أخلاق المؤمن الفحشو هذا قول مضاف إلى صحابي فيعتبروا موقوفا ظهر الآن لديكم المثال الثاني وهو قول الإمام بن أبي شيبة كذلك رحمه الله في مصنفه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال كان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلى مع أهله وأرصنهم إذا جلس مع القوم هذا فعل من أفعال سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أضيف إليه فيعتبروا هذا المثن موقوفا يقول الناظم رحمه الله تعالى وما أضفته إلى الأصحاب من أي الحديث الذي أضفته إلى الأصحاب من قول سواء كان هذا الحديث من قول الصحابي أو من فعلي من قول أو فعل فموقوف زكين أي فيسمى عند المحدثين بالموقوف زكين تمم به البيت أي علمة أي علمة عند المحدثين بأنه موقوف ويسمى هذا تتميما للبيت أي أن المعنى المراد شرحه قد تم قبل هذه الكلمة لكن بقي من البيت جزء فارغ فيتمم بكلمة أو بكلام فيقال هذا تتميم للبيت كما فعله الناظم وقال زكين تتميم للبيت لأن معنى الحديث الموقوف قد تم قبل هذه الكلمة هذا هو الحديث الموقوف قد انتهينا من تعريفه ومن شرح كلام الناظم في تعريفه وبانتهائنا من الحديث الموقوف ننتهي من حلقتنا هذه أشكركم على حسن استماعكم وجميل متابعتكم وحتى نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن سابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حدثنا وكيع عن شعبر عن أبي التياح قال حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر